قال ابن تيمية رحمه الله قال وما من محب يجد محبوبه إلا ويجد نفسه تتوق إلى سواه إلا الذي يحب الله ويأنس بالله سبحانه وتعالى ذول قال سعادت في إنه يسكن لفي عمارة مجح يشترى العمارة والله فتع عليه سكن فيها وقبل ما يسكن قيل نفسه مجرد ما سكن في العمارة دي خلاص دي السعادة سكنه بيقى يطلع في السلم وفي غيره بعد شوي بيقى الأمر عادي عنده يفكر يقول والله يا أخو كد عمارة قال لقيت دي عربية الأمور دي بتبقى تمام بس أن نلقى عربية شهر شهرين وتعبام ما شي وجاي مجرد ما لقى عربية بلقى نفسه محتاج لحاجة تاني بيقى يسوق عادي ويمش ومرة يسرع ومرة يمش بطيء الأمر بيقى ليه عادي يقول والله بس اززوج مجرد ما اززوج تاني ما ذاير في الدنيا دي أي شيء مجرد ما يززوج يقول والله يا أخي التعارف بس قال لقيت دي ولد ولدين تاني ما ذاير حاجة ولد ولدين يقول يا أخذ الشوية بس اللي اكترو وهكذا كلما وجد شيئا كلما لقي محبوبا وجد نفسه تتوق إلى ما سواه إلا الذي يحب الله ويستأنس بالله إذا أقبل على الله وأقبل الله عليه واقترب من ربه فإنه لا يحتاج إلى ما سواه قال ابن تيمية لقول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال بك دا ما باطمئن إلا في الدين وإلا في الطاعة الليلة كثير من الشباب حياة راحة قال لنا في الغنى يمشي شغال شغل في الغنى وذاك يسمع وذاك يسمع قبل أيام ردد على واحد فنان جاء أبوه ففي شباب علقوا قالوا والله واحد قال والله فنان دا ماذا بتاعنا الهجيج ديلك فنان دا كلامه دقاق دقاق وبراحة ولا بكورك فلان مشكلتنا مع الكوراك ومع براحة مشكلتنا مع الفساد البين شروفيو شباب وشابات يا أخي غنوا ليون ويبكون لهيب الشوق وما بعرف إيه وإلى آخر الشاب يبقى يفكر في الغنية وفي الكلام وده عنده علاقة يقعد يفكر في البيت وبعد شوية يدمع بعد شوية يبكي وقال دي الراحة كذي وده التعب ذاته والله الذي لا إلى غيره فديه الجزء من الشباب واحدين تانين بتاعين كشتين وضمن بتاعين عندي يمشوا الساعات الطوال واحدين بتاعين مسلسلات أولاد وبنات مسلسل تنتهي دي الحلقة الأخيرة دي الجديدة ودي تركيا ودي مصرية ودي سودانية ودي إيه والبطل مرقو براءة والجماعة متكيفين جدا وقل لك الحلقة الأخيرة بكرة بعيدوة حوص تقيل واحدين بتاعين أفلام تلقاهم اللابدين ومشغل الموبايل ذاته بطريقة معينة تلقاهم الشاشة كيف والضو كيف وقاعد براه يحضر وده غير بتاعنا السجائر وبتاعنا الصعود ده غير الناس المواهيم التانين وأشياء كثيرة جدا فيسبوك واتصاب واليوم كله تلقاهم شغالين وساوي الرموز في موبايلات وشفرات وبلاوي والذي رفع السماء ما فراح إلا في الدين وجرب وما تعمل الدين تجربة بس مجرد تجربة لا أنت كذا يجرب بالليل لكن واصل ما تكون تجربة بس قوم بالليل الناس نائمة وفرش لك مصلاية ويتوضى وصلل يا الله رقعتين وأقعد في الأرض وعاين في السماء شوف الملكوت وشوف العظمة واذكر الزنوب والمعاصي واذكر إنه بيجي يوم نفسك بتكتم وبتنزل عليك ملائكة تكبض روحك وتنتقل من هذه الدار إلى دار أخرى شكي بن الجوزي في صفة الصفوة قال قال كان عمر بن المنكدر كثير البكاء من الليل قم بالليل وابكي ويحملنهم البكاء والخوف فقالت أمه لمحمد بن المنكدر إن أخاك عمر يزعجني بكاؤه يبكي الليل كله فهل لا حدثته الليل كله يبكي ما تتكلم معاه فذهب إلى صاحب له وهو أبو حازم فقال له يا أبو حازم إن عمر يزعج أمي بكاؤه بالليل فهل لا كلمناه قال فأقبلا عليه فقال له ما الذي يبكيك تبلل بتبكي كثير قال آية من كتاب الله كلما أردت أن أنام تذكرتها فأفزعتني قال وما هي قال قول الله تعالى وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال فأخذا يبكيان معه من ذات الجوي سكي تقعد يبكي وفعلا الآية من أعظم الآيات تخويفا وأن إحنا جماعة محتاجين للعنوان ده أكتر من غيرنا نحن ما جينا نحدث فلان فلان والله نحن نحتاجون إلى هذا الأمر أشد الحوجة أن نفر نحن إلى الله تعالى وأن نسير إلى الله وأن نتوب وأن يحاسب كل واحد منا نفسه إذا الليل حاسب إذا مت الله برحمك يدخلك الجنة الليلة لو الواحد خاته إنه مجرد ما يموت بيمشي النار باقي لك بيضحك وهزل ويلعب لكن أي واحد فينا مطمن أنا والله ما شاء الله تمام صلى بصلي وما عندي مشاكل وهو إلى آخر وأصره كان متدي زي واحد قريبنا في البلد اشتغلنا معاه بالليل الشغل ضاغط العزاء نزم مشينا العيش وجينا الضايق أنا زوجت ولده معاي وقريبنا لمن جينا راجعين مضايق قال لي الجنة دي والله أنا خشا قبليكم ذاته قال وقاعد فيه شغله قلت لجت الجنة قلت نحن يمكن ما نخشا ذاته قلت تضمنك شنو ذاته شنو بنا خشا وتخشا قبلينا ذاته قال ويمكن ما نخشا يمكن الله يدخلنا النار نحن ما عندنا شيء فلذلك أجماع إنسان حاسب نفسه ويرجع إلى الله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون إنت حاسب يوم القيامة الله يرحمك وتتفاجأ بالعذاب الأليم فلذلك كان السلف كانوا يخافون الله ويعظمون الله أبو هريرة رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه بكى قيل ما يبكيك يا أبا هريرة قال أما إني ما أبكي على دنياكم هذه ولكن لبعد سفري وقلة زادي وأني أصبحت في صعود مهبط إما إلى جنة أو نار ولا أدري أيهما يؤخذ به لما جاء الموت بقى يبكي أو في مرض الموت فقيل ما يبكيك يا أبا هريرة يعني أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنت العابد المجتهد وحامل السنة إلى آخره قال أما إني ما أبكي على دنياكم هذه البكذا ما عشان الدنيا ولكن لبعد سفري سفر قدام بعيد موت وقبر وقيامة وجنة ونار وصراط ووقف بين يدي الله تعالى والتطاير الصحف ونصب الموازين وواء إلى آخره ولكن لبعد سفري وقلة زادي الزاد بسيط واني أصبحت في صعود مهبط أبو هريرة بقول الزاد بسيط يا جماعة أبو هريرة ولكن لبعد سفري وقلة زادي واني أصبحت في صعود مهبط إما إلى جنة أو نار ولا أدري أيهما يؤخذ به شكيس سلف قالوا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال السائر إلى الله كالطائر الزول العابد والمسلم والماشي ليه الله سبحانه وتعالى زي الطائر قال جناحاه الخوف والرجاء ورأسه المحبة قال الفوزان قال أسس العباد الثلاثة في العقيدة الصحيحة قال المحبة والخوف والرجاء قال فمن عبد الله بالمحبة وحده صار زنديقا قال كأن أحب الله ولا بخاف من عذابه ولا برج رحمته ده زنديق خارج من الدين وده بقع في المعاصب عشوية قال ومن عبد الله بالخوف وحده صار حروريا يبقى تكفيري لأنه بعد شوية بيقنط من رحمة الله أو خلي بيقنط من رحمة الله يبقى يعني بيستعظم الزنب إلى أن يكفر بالكبيرة قال ومن عبد الله بالرجاء وحده صار مرجئا ده بيقولوا الإيمان لا بزيد لا بنقص ودرجات واحد أو بيقول إيمان واحد إيمان أبي بكر كإيمان المسلم الذي يشرب الخمر والذي يسرق والذي 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 والإيمان درجات معروف يزيد بالطاع وينقص بالمعصية قال الفوزان قال بعض السلف ومن عبد الله بالخوف ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو المؤمن الموحد فهو المؤمن الموحد هكذا بلفظه فإن تتحب الله وتخاف من عذاب الله وترجو رحمة الله تعالى وأعرف حاجة الله نعم عليك ومن أعظم النعم أن أنعم عليك بالإسلام أنت من طفل في نعمة قال ابن القيم في الفوائد إذا أغلق الله لك بابا فتح لك بابا خيرا منه كان الله قفل لك باب قال لك ما تسمع الغنى افتح لك باب أحسن منه تسمع القرآن ياخ ياخ غنى فارغ ساي قد شوف فيك ياخ الفنانين ده القائمين وقاعدين كلهم في بس في مدعى بس في شهوة وريني بس فنان قال وحد الله فنان من الفنانين قال السكر حرام منه قال صلوا في المساجد منه كله ده شغلتهم بس ياها المعصية والفجور والدعوة إلى الشر ده موضوع قال فإذا أغلق الله لك بابا فتح لك بابا خيرا منه قفل لك باب الغنى فتح لك القرآن أقرح وأسمع في ناس صوات جميلة تسمع بعد شوية قلبك ده ينظف بعد شوية تبكي في القرآن وتتضرع وتنكسر لله وتشعر بسعادة لا تجدها إلا في طاعة الله قال ابن القيم فانظر إلى العبد وهو جنين في بطن أمه رزقه رزقه يأتيه من طريق واحد وهو هذا الحبل الذي هو في سرته في السرة بس رزقه الطبل ما بيدعو لبس كويد جوه يقعد يفتح في جوه بس أكل من جهة معينة قال فإذا خرج إلى الدنيا أو من بطن أمه فتح الله له بابين بعد أن أغلق له بابا جوه ما حبل بس مارك بر قال قفلوا للحبل قال فتح الله له بابين يشرب منهما قال فإذا فطم وأغلق الله البابين فاتح له أربعة أبواب فيأكل من الحيوان والنبات ذي البابين بابان ويشرب من اللبن والماء وما خالط اللبن والماء وهذان بابان ذي لدينا أربعة قال فطمو قفلوا اثنين فتحوا أربعة قال قال فإذا خرج من الدنيا ومات فإن كان سعيدا فتح الله له أبواب الجنة وهي ثمانية كانت أربعة بقى الثمانية قال فلذلك العبد يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى قال ما حرمك إلا ليعطيك ما منعك إلا ليعطيك قال من القيم وما أماتك الله إلا ليحيك أنت أماتك في الدنيا عشان يحييك قدام وعشان يرحمك شكذا أهل الجنة بقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الطريق والرليون وفقوا نسلكوا ووصلوا نيناك أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وأي شيء أنت داير عند الله داير جنة إياك تمش لي فكيه أبوك الشيخ داير لي جنة أبوك الشيخ بدي جنة كيف أنا داير عارف بدي جنة كيف نازل زول يا جماعة بدي جنة كيف رب العز والجلال يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون مش كلام واضح في سورة الواقعة قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال في سورة الحج يا أيها الناس إن وعد الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له غير الله قال لك مش ادك جنة ولا اخلق جنة قال لك ضبان ما بخلقه كان اجتمعوا كل لون قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه حق من الضبان ما برجعه ضعف الطالب الممش لغير الله ويسأل غير الله سبحانه وتعالى والمطلوب ددعوا ولجأوا له ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز أي شي دائر عند الله دائر جنة أسأل الله زي ما فعل زكريا عليه السلام في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين هناك في سورة في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا شوف ذاته النازل بعرفه يسألوا الله صح مش سايب ياخذوا الاندار لحاجة منزول تلقاه وترجاه والله اندار حاجة منزول غنيان اتصل به أها كيف وأسأجيك ولا ما أجيك ويتخير الوقت المناسب ويمشلو ويقدم بمقدمات طبعا لياندي الظروف صعبة والله أنا ماذا أرى أزعجك والأولاد طردون من المدارس والولية مودية المستشفى وكذلك الموضوع ده وإن شاء الله بسيتها كذاكي في معانا ادي مقدمات لما نجي يسأل الله بس طوالي يا الله جنى وماشي وبيقول يا الله جنى وشاكي ذاته يمكن الله ما يديه أو شاكي إنه الله يديه وذاته يقول يا الله ودعوة باردة لا فيه تضرع لله لا انكسار لله سبحانه وتعالى ولا أي شيء يا قال لا ذكر قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية شبه الأم يديه اللي بعرفه يدعو كيف قال ربي إني تكلم عن نفسه ويتكلم عن الله سبحانه وتعالى الدعى ذا ما داعي ومدعو الداعي تكلم عن نفسه وعن حاله وأثنى على المدعو الذي لا يدعى غيره بحق قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإنت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك منك إدت يا الله ما من غيرك فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله ربي رضيا مش ولد يكون مدعب ذاته اقطع فنان ولا تابع لليه طريقة ولا جماعة ادعبك ذاته والله تقول تسازب بالليل وينقول ولد وما جاب الزقاق ده وما جابه وين والله يا أولاد ذاته يحيره ولدي ادو قروش يقول لا امشي الجامعة أبو بدل يجيب فواكه لناس البيت يرسل له القروش وبالق بلغ الحلم ده خلاص النفقة سقطت عنه ادي القروش اجي هنا يشرف في السجائر في الصعود سيف في الصعود والقروش بدل يصدق يمشي يغش في بنات المسلمين يجيبوا المازة اخدتوها سوا يجيبوا المازة يخدتوها سوا يشرفوا البت يخش فيها ويشرفوا نص انا محروق منهم شديد يشرفوا نص يخلوا نص وعطياني هذولتين ما زايد ولك والله البت دي بتقول الزول ده جاغلان وعطيان دي البت لو لقته براه وبره بشتري مازا براه بشرف المويد تلقاه ويلق يده ما جايف المويد يلق يده يشرف براه والسندويت يكسيمون نص ويأكلوا نص ويخلوا الباقي في الكيس انا عارفك اكل ساي والله ده لو لقيته في مضعم بيأكل الكيس ذاته الكيس ذاته والله يبقى في خطر بيأخد له قرم الكيس ذاته يهزوا المضغ يده القروش يجي البلد يضيع فيها يجي بيأجاه وإلى آخره تعبانين فيه عشان كذي دائر ولد ذاته صالح من هنا يجي صالح تسأل الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمية قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو شنو هو علي هين الشيء ذا علي الله هين قال لك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وانت ذاته قال له وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فإن تتسأل الله سبحانه وتعالى ما تمشي لي زولي أخي غشوك ساي قصايد ومصائب وبلاوي والله الذي ليل غيره فلان بدي جن وفلان بعمل وفلان كذا وفلان كذا إننا في البلد غري جنبنا زول عمره تمانين سنة مات قبل سنتين ولا ثلاثة تمانين سنة جاءت مرقات له شوف لي الجنة والله تمانين سنة ولا عند ولا جنة فباقدوا الشيء لا يعطيه ادي كيف النازل بفكروا كيف كيف رجل ادي امرأة جنة ولد ورب العزة والجلال يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر يقول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يقول سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ليه قال إنه عليم قدير لأن الدائر يصنع لابد يكون عنده علم والدائر يصنع لابد يكون عنده قدرة يقول لك البلد دي والله موارد راك دا فيها لكن بس دائر عقول في بعض الناس يقول لك كذا يقول لك دائر عقول أي شي عندنا القدرة في بعض الله لكن دائر علم وقل لك فلان دا عالم لكن فقير ما قادر يعمل الزول دا راسه ملان لكن ما قادر يعمل فلابد يجتمع العلم والقدرة ثم الإرادة لذلك ختم الله تعالى فقال إنه عليم قدير الله سبحانه وتعالى عليم وهو قدير جل وعلا قال لك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم انت الغراك بالله شنو؟ سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك وفي قراءة فعدلك في الدور فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أخي شوف الله ركبك كيف أيون دي كان ممكن تكون وراء انت تكون ماشي خلف والإطنين تكون تحد تسمع بس الكواشة تحد والله جعلك في أحسن صورة سبحانه وتعالى لذلك الدائر الجنة يسأل الله إن دالله سبحانه وتعالى ما إن غيره الجاته كربة محتاج لها الله عشان كي تبتسير إلى الله تعالى الدائر عنده كربة دارف الرجوال عند الله بس سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون الله ينجيكم من الكرب والتاني يقع في الشرك والله الذي لا إلى غيره ماشي جاري شديد الحادث يجلي كامون كي نقع في حادث الله يمرقه يقوله والله تعارف كامل كامون المربوضة ها سي كان يدعى جنة الكمون ذاته بعجنون في كباية الشاي بيشربوه انت ما جاء بخبر ولا شنو كامون شنو اللي بيحميه طفل يعلقوا لكامون المصائب يلجوا إلى البشر يا فلان الحقنا ويا فلان أفزعنا وبيجاه فلان وبيجاه كذا انت قال لا انبيا ما عنده انجاه قال الله تعالى عن موسى عليه السلام يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى زي بتاع ظلال القرآن داك تصوير الفن في القرآن لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراءه الله مما قالوا وكان عند الله شنو وجيها وجيها داك ما شاء تكلم في موسى عليه السلام الله جل وعلا قال عن عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين تقال وجاه بس وجاه تلوش والجسم العلم استدلوا بالآيات دي على الجاه أن له جاها عند الله سبحانه وتعالى وبعد الرسول عليه السلام ما كان بيقول يا الله بجاه موسى ويا الله بجاه عيسى عليهم السلام جميعا وإنما كان يلجو إلى الله ويفر إلى الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم عشان كذي لو دار تعرف أضل مخلوق على وجه الأرض دا الزولة البناد غير الله أضل مخلوق مش البيشرب الخمر دا ضال ولا البيعق الوالدين دا ضال ولا البيسرق ولا البيكتل أضل مخلوق على وجه الأرض أن لما انتجي مصيبة بيقول يا فلان الحقنة لأنه دا ما عرف الدرب ما عرف الطريق لجى إلى غير الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين قلت له لا سفى جماعة كثير من الناس الليلة واقعين في المسائل دي ويفرون من الله إلى غير الله سبحانه وتعالى تجي المصائب والقرب البانزين الناس أكفى صف يعصوا في الله سبحانه وتعالى المشغل المديح مسيغة والمشغل الغنى مسيغة ويعصي في الله سبحانه وتعالى الناس الغلاء العيش زاد وإلى آخر السعر وكذا تلقاهم يسفوا في الصعود ويشغلوا في الغنى والتبرج قبل أيام ركبنا عربية حافلة الولد بيقرب من البيت والبيت بيتقرب ويتلاقوا ملاقاء زادة غريبة مرة واحدة في النهاية قمت قلت ليا زول اتلبت خاف الله لا في زول ما لعينك في الحافلة دي كله كله قال لي ما لك مسكني من هنا وداري سواء شكله داري سواء ضرب ضرب قال لي ما لك قلت ليا زول اتسبب الغضب والله الذي لا إلى غيره يا بنت الناس قلت زادة ما سودانيا قلت لي أنا بنتي ناس قلت ليا يا بنت الناس انتي مش بنتي ناس اي ولم يفعل لي شيئا اي أنا ماشي معا قد الناير نفسي ما بلاقي نفسه قدور ده وده وده برك وبدأ عشوشة في الحافلة قلت تراه اللي سطوب قدور ما أنا مش يكفي وليتشغل دي سواء البلا في النهاية دور شكله وعاتي شوية دور شكله وانا تميتها مع الله اتقبل قلت ليا الدين ده نصحناك بعد ده الرجالة انزل تحت انزل الحافلة بيقى تكيفوا وانزلوا ويمشوا وهو الى خير قلت في النهاية جات محطتنا نزلنا فتحت للقزاة قلت ليا الله انزل انزل يا رحمة قلت الشغل دار تقلب حاجة تاني ابا انزل شفتزل عليك الله واصل مشى قلت لياه وامشوا في نهاية المطاف نعمل شنو حيرونا ذاته محل ما أنا مش بالليل اخدت العشل الفنانة جملة شغالة وانا اشتكت للصوفية مع ليش يا جماعة بعدين اكتاع الشغل بيقى تجيب مشاكل وانا اشتكت لي كذا والله مصائب الفنانة شغالة وكل يومين الاولاد اولاد ذاته دار احفظهم قرآن لقيتهم بدوا يحفظوا بتدقى وهلي صعبين ازعل طرش بتشقى يا ود قلت اللي تعال انا دار احفظك بعدين تقدم ليه الدين تقول ليه بتدقى لكلام شنو ومصائب بلاوي والله فرار من الله الى غير الله يقعدوا في حزن وبكى ودق بغادي ودب جاي ومشاكل وبلوي ونسأل الله العافية يا ناس الجول يا الله والله الذي رفع السماء ما فسعد من انه انسان يتوب الى الله تعالى الصحابة هجروا كعب بن مالك خمسين يوما هجروا ومن معه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا قال تسورت الجدار على ابن عم لي وهو ابو قتاد فقلت فسلمت عليه فما رد علي السلام لان المدينة كلهم بطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لون هجروا ديل المدينة كلها ما بزول خالف شو الناس اللي بيطبقوا الدين كيف امشي السوق الناس هاجرين الى اخير فانها الله تاب عليه قال قلت يا ابا قتاد انشدك بالله هل تعلمني احب الله ورسوله فقال له الله اعلم قال فدمعت عيناي قلت دا اكتر صاحبي ودعمه قال وبعد خمسين انزل الله علينا التوبة فجاء اني رجل فسمعت صوته قال فخررت لله ساجدا وذكر وذكر قال فلما اقبل الرجل وبشرني خلعت احد ثوبي او خلعت ثوبي واهديته اياه قال والله ما املك غيره ثم لبست ثوبا يعني استعار لوتوب قال فذهبت الناس يهنئون في الطريق يقولون لتهنك توبة الله عليك الناس بعد هجروا خمسين يوم قال فدخلت المسجد فاقبل ابو طلحة فقام والله لا انساها له او اذكرها لابو طلحة لا انساها له قال يعانقني قال فنظرت فاذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق اساريره صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وده الشاهد في البخاري ومسلم ابشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك امك شفت افضل يوم مش اليوم اللي ازوجت فيه ولا اليوم اللي اشتريت عربية ولا اليوم النجحت جيت الأول ولا اليوم اللي اتخرجت فيه ولا اليوم القروش الكترة افضل يوم اليوم اللي بتتوفل يا الله تنكسر لله تتضرع لله سبحانه وتعالى والله الذي لا إلى غيره يا اخي اي شي عند الله الناس سفر الى الله قال ابن القيم رحمه الله والسائر الى الله تعالى لا بد له من حبسين والسائر الى الله تعالى لا بد له من حبسين قال الأول أن يحبس قلبه على طلبه ومطلوبه أنت طالب شنو طالب الصراط المستقيم أطالب رضاء الله سبحانه وتعالى الآن قلبك ده توجه إلى الله يكون همك الليل والنهار لو رجل أو امرأة لو شاب أو شابة لو كبير أو صغير يكون همك رضاء الله أنت عايش في الدنيا دي عشان الله يرضى عليك بيشوف محل المرضات محل الرضاء زول منكسر محتاج قدمت لخير زول جاك في مشكلة عاونته مشيت إذا علمت قريت القرآن بتقوم بالليل تصلي لي الله بالصوم اثنين وخميس قال المرأة بتترك التبرج الشاب بالثقيم إلى آخره بتغط طرفك عن الحرام بتلجأ إلى الله هدفك شنو والله يرضى الله عشان الله يرضى عليه وأدخل الجنة ده الحبس الأول على الطريق اثنين اثنين أن يحبس قلبه عما سواه مش للطريق وعرفته ما تتلفد بالجنبات الثاني تمش عديل يكون همك رضاء الله انت عايش للموضوع ذا اما تبقى مهندس تبقى دكتور تبقى زول كذا زول كذا ده ما حرام اذا رأيت الضوابط الشرعية ده ما حرام وما من امنحك لكن في النهاية ده ما هدفك الأكبر هدفك الأكبر في الدنيا انت عايش عشان الله يرضى عليك سبحانه وتعالى قال فاذا مات العبد اما ان يخرج من الحبس الى الفضاء الواسع الى رحمة الله تعالى قال واما ان يخرج من فضاء الشهوات الى حبس القبر شوف تزول مادة اصل ما بمرك يا كان في الدنيا دي في ابتلاء ناس ماشى الحفلة وماشى المحاضرة الناس موبائلة اغاني وقرآن الناس بيشاهدوا في الافلام وبشاهد في المحاضرات او بيسمع في الندوات الناس ما بيتلززوا بالكلام الفارغ وبغيره وبيتلزز بالقرآن يا اخي القحطاني قال قم في الدجا قم بالليل قال واتلوا الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش الى الاكفان يا حب ذا عينان في غسق الدجا من خشية الرحمن باكيتان والله الزول يتلزز بالعبادة والتضرح الى الله سبحانه وتعالى ويستقيم على طاعة الله ويطلب العلم النافع ويجتهد في الطاعة والكلام يطول ونحن تأخرنا نسأل الله يتجاوز عننا ويتجاوز عن الجميع ونشكر لكم جميعا للحضور جميعا يعني من الإخوان والأخوات نسأل الله يتقبل منا وإياكم ويجمعنا وإياكم في دار كرامته إخوانا على سور المتقابلين إن ولي ذلك والقادر عليه